موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا البث الحي والمباشر من استوديوهاتنا من الرباطة ضيفنا اليوم هو السيد حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال الرجل عرف بخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل وبمواقفه الصادمة بالنسبة للأصدقاء قبل الخصوم بالنسبة للمدافعين عنه هو السياسي الشعبي الشجاع والمغامر وهو المحارب والمقاتل حتى الرمق الأخير بالنسبة لخصومه هو الشعبوي المتهور المتعصب صاحب المواقف الغريبة والعجيبة في أحيان كثيرة مهما يكون حميد شباط اليوم والآن وضد رغبة كثيرين يتربع على الكرسي الذي جلس عليه على الفاسي وأحمد بلافريج وحمد بوستة كماذا بعد؟ اليوم سنحاوره سنستفزه سنصارحه وسننحه تسعين دقيقة لإقناعنا بوجهات نظره فيما يخص الكثير من القضايا أي موقع يحتله الحزب في المشهد السياسي بقيادة حميد شباط؟ النجاح شباط فعلا في القطع مع التدبير العائلي لشؤون الحزب ما هي التحفظات التي يبديها حزب الاستقلال فيما يخص الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ وكيف سيقنع المغاربة بجدوى التصويت له؟ وكيف يقيم الأداء الحكومي؟ وما هي البدائل التي سيطرحها؟ هذه الأسئلة من ضمن أخرى سيجيب عنها اليوم السيد حميد شباط أمين عامي حزب الاستقلال مرحبا بك أستاذي الكريم أهلا وسهلا الاستفزاز والصراحة هل أنتم مستعدين؟ إن شاء الله مرحبا كما سيشارك معنا أيضا في النذقاش زميلي المحلل السياسي دريس العيسوي مرحبا بك أستاذي الكريم أهلا وسهلا إضافة إلى فعاليات شبابية سنفسح لها المجال لإطراء هذا النقاش وطرح أسئلتها أيضا مشاهدين الكرام وكما عودناكم بإمكانكم التفاعل معنا وطرح أسئلتكم من خلال بعث رسائل نصية إلى الرقم 5850 أو على صفحتين البرنامج على الفيسبوك وتويتر قبل مباشرة النقاش وكما العادة سنتعرف رفقة الزميل عبد المولى بوخريس على أبرز المحطات في مصاري ضيفنا اليوم لم يكن يحتاج لإسم عائلي رنان أو حتى نسب عريق ليصل إلى ما هو عليه اليوم فقط بعض من الحيلة والذكاء وحسن استغلال الفرص ليرتقي درجات سلم السياسة ويتربع على رأس أحد أعرق الأحزاب المغربية هو حميد شباط القادم من الهامش باللا شيء تقريبا انطلاق لكنه صار نموذجا للزعامات الجديدة في أحد أقصى الأحياء الشعبية لمدينة فاس بزغ نجمه الانتخابي في 1992 أي عامين بعد الإضراب العام الوطني الذي تطور إلى موجة عنف تعرض إثرها إلى متابعات قضائية ليراكم النجاح في الانتخابات المتتالية وصولا إلى عمادة العاصمة العلمية في شتنبر من العام 2003 وهو المنصب الذي ما زال يشغله إلى حدود الساعة العمل السياسي المحلي لم يكن ليرضي طموح شباط وهكذا منذ انتخابات 1997 التشريعية ضمن لنفسه مقعدا دائما داخل قبة البرلمان بالرباط لحميد شباط قباعات عدة العمل النقابي كان أبرزها في ثمانينيات القرن الماضي التحق بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلا لعمال أحد المصانع وصولا إلى دائرة صنع القرار مدفوعا بدعم عبد الرزاق أفلال لكنهما لبثا تحالف مع محمد بن جلون أندلوسي في العام 2006 ليزيح أفلال من منصب الكتابة العامة ثم ثلاث سنوات بعد ذلك ينقلب على صديق الأمس ويصير الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهي نفس السنة التي حصل فيها على عضوية لجنة تنفيذية لحزب الاستقلال النقابة كانت ما يمكن تسميته بقاعدة عمليات حميد شباط لاقتحام مقر حزب الاستقلال بباب الحد بالرباط أو كما أسماها قلعة العزيزية في أكتوبر من العام 2012 تأتى له ما أراد ولو بفارق عشرين صوتا عن منافسه عبد الوحد الفاسي منذ ذلك الوقت صار شباط حدثا سياسيا بامتياز جابها الحكومة بمعارضة داخلية شرسة لم تلقها حتى من المعارضة البرلمانية وفي ماي من العام 2013 يضع الحكومة في موقف عسير ويعلن الانسحاب الذي سيفعل في يوليوز من ذات السنة متمكنا من أدوات التواصل الإعلامي والجماهري يستمر الشباط في استعمال كل الأوراق والملفات بل وحتى خلطها من أجل تحقيق أهدافه السياسية دبلوم الخراطة العصرية الذي يشكل شهادته الوحيدة والذي طالما استعمل ضده لم يثنه عن السير قدما وهو الذي صار يرى منصب رئاسة الحكومة على مرمى حجر كيف لا وهو الذي لم يكن أحد ينتظر وأن ينقضى على أمانة الحزب وقبلها الاتحاد العام لشغالين بالمغرب طيب سي شباط مرحبا بك مجددا صراحة بمجرد ما أعنا عن استضافتكم ضمن برنامج 90 دقيقة للإقناع هناك كم من التعليقات وردود الفعل هناك مع حميد شباط على طول الخط هناك منهم ضد شباط على طول الخط ما كانش مع شباط ولكن أو لا ضد شباط ولكن بش كيفاش كتفسروا هذه المسألة سي شباط شكرا وانا في البداية تحية خاصة لكل المتتبعين مرحبا خصوصا الشباب الحاضر معنا في هذا البرنامج بالنسبة لشخصية حميد شباط لما نتحدث عنها والتاريخ طويل والتدرج داخل الحزب وداخل النقابة وتواجده داخل مدينة لمدينة مدينة فاس اللي هي العاصمة العلمية ومدينة مسيسة بامتياز لا بدأ أن يكون متابع من طرف كل الفاعلين السياسيين والإعلام بصفتين خاصة كذلك التواصل وسياسة القرب اللي تنهجها حميد شباط خصوصا عبر وسائل الإعلام لقاءة المباشرة مع المواطنين منذ بدأ في أول مرحلة الاستحقاقات الانتخابية في 92 اليوم إذن هذا كله تيجعل أنه اليوم يكون محتى تهتمام وخصوصا أحد أبناء طبقات شعبية الآتية من البادية وصل إلى واحد المستوى اللي هو قيادة حزب من حجم حزب الاستقلال اللي هذه السنة تحتفلوا مرور 80 سنة على تأسيسه الحزب اللي أسوهم جموعة من علماء القراويين وعلى رأسهم الزعيم الراحل علال الفاسي الحزب اللي ضم الفقير إلى جانب الغني الشاب إلى جانب الشيخ تاجر صغير إلى جانب تاجر الكبير طالب إلى جانب الأستاذ الحزب اللي استطاع أنه يسمد في وجه الإكراهات وفي العواصل أيام أيام الحماية ما كانش معا ولكن أو لا ضده لا كاين دائما كاين الوسط ما يمكنش يكون معا وضد كاين معا وكاين ضد وكاين الوسط هذه سنة الحياة ما الذي ربحه حزب الاستقلال مع حميد شباط لا حزب الاستقلال يمكن أن أؤكد أنه لأول مرة في المؤتمر السادس عشر كانت هناك منافسة حقيقية حول منصيب الأمانة العامة من هذا منصيب كان دائما يتم بالتوافقات داخل بعض القاعات تابعة لحزب الاستقلال أو بعض الضور ولهذا هذا المؤتمر السادس عشر كان واحد دفعة قوية في مجال الديمقراطية الداخلية لحزب الاستقلال وهذا المغرب كان في حاجة إليه خصوصا بعد الحراك العربي بصفة عامة بعد الحراك الشباب المغربي بداية من فبراير عشرين فبراير 2011 كان بعد دستور فتح يوليوز كذلك واللي أعطى الأحزاب السياسية القيمة الحقيقية التي استحقها لأن الديمقراطية بدون أحزاب سياسية لا يمكن أن تكون وكذلك ديمقراطية حقيقية وحكامة داخل الحكومة دون أحزاب سياسية منبنية على الديمقراطية الداخلية والتي تجعل عندها استقلالية القرار السياسي لا يمكن أن ننجحها التجربة النموذج بالنسبة للمغرب ولهذا حزب الاستقلال في المؤتمر السادس عشر عبر أطوره الشبابية والنقابية والنسائية اختاروا واحد طريق اللي هو طريق تغيير داخل حزب الاستقلال وكانت المنافسة ولله الحمد الشريفة عبر برامج وكان برنامج الذي حملته كل من غير الذي حملته أنا ومجموعة من الأخوات والإخوة داخل الحزب اللي هو برنامج تغيير لفيه تسعة عشر نقطة مهمة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل حزب الاستقلال هذه العائلات البرجوازية التي أمسكت بزمام الأمور داخل حزب الاستقلال طيلة عقود يعني واش سلمت وهضمت حزب الاستقلال بقيادة حميد شاباط أم أنها ستتحين الفرصة للقضاء من جديد واش هضمت بهذه السهولة أن نوصي شاباط يولي أنا أعتقد جازما على أن المغرب في بداية الاستقلال كانت أحزاب أحزاب عائلات كانت المقاولات مقاولات عائلات إذن كل كان مبني على العائلة اليوم الشباب الحمد لله المغربي متواجد في كل دوالب الدولة اليوم أبناء الفقراء وكما نقول دائما لو لا أبناء الفقراء لا ضاع العلم أبناء الفقراء اليوم مصلوا المراتب معينة اليوم الجميع عبر التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي في العالم يسبح عنده رأيه وليه أظن هذه العائلات اليوم استسلمت وهذا واقع ومن لم يرضى بالديمقراطية لو يمكن أن يكون سياسيا حمد الشباب أعتقد أننا نستمع لك باهتمام على هذه المسألة التي تتكلم عليك داخل حزب الاستقلال وهذه المسألة التي لعائلات والآن وصلنا إلى واحد النهج وهو ديمقراطي أعتقد حسب سير الأمور كما هي الآن في حزب الاستقلال تنبئنا ربما إلى استخلاف العائلات اللي اسمها صديقي بالبرجوازية وأنا أعتقد أن كل عائلات التي حكمت حزب الاستقلال كانت كلها برجوازية كانت وطنية كانت فيهم صنيعية في الأخير لكن الآن عائلات أخرين راهم دخلو وقاللقوهم بالتسلسل ديالهم هالزوجة هالولد هكذا موجودين في بعض المراكز ديالقارة داخل حزب الاستقلال ماذا تغير يعني حيدنا العائلات مش نجيبوا العائلات عود لا ولن لا نرى السراع كان حول برامج كان البرنامج حنا جاي لقاد برنامج اللي قادتوا مجموعة من الشباب داخل الحزب اللي هو برنامج تغير واللي فرضناه عن طريق الديمقراطية الداخلية حزب الاستقلال مطابعة الحال كأي حزب تتكون من مجموعة عائلات ولكن الفرق فين تيبان هو العائلات التي تشتغل في الميدان وتحتل المراتب الأولى في الاستحقاقات الانتخابية واللي تكون عندها واحد تواصل مع الشعب المغربي ومع المنخارطين وكان كان السائد هو عبد كان مجموعة اللي كانت تتصيد الفرص وهي اللي تتبني المستقبل أو الأبناءها وأصارها على النتائج التي تحصل عنها تلك العائلات في مختلف الجهات وتلك الأقال لكن هذا الأمر انتهى اليوم بعد نهاية الريع السياسي من داخل هذا الشعار مزيان ممتاز جدا لكن دابا احنا باش ما لنهضروش غير للريع انتج بتي واحد تعاقد قلتين كين برنامج فيه 19 نقطة دابتي تعاقد مع المناظرين اليوم فين هما النتائج للتعاقد لا هاو عرفت تغيير لا متفقن تغيير في اي نتائج لا أعطيني غير ثلاثة دي المجالات اللي تغيرت على الأقل فيما يتعلق التعاقد اللي دارو حامي الشابط والمجموعة دي المتقفين ودي الأطر اللي معاك مع الهايكل للحزب لا أولا احنا بنينا في البرنامج اولا ترتيب البيت الداخلي الآن بعد مرور سنتين تم إعادة هيكلة كل الجمعيات والروابط والمنظمات التابعة لحزب الاستقلال في أي تيجان مؤتمرات لا إعادة هيكلة جمعية اللي كانت مؤتمرات وطنية بالديمقراطية وتم تصويت على مكاتب تنفيذية جديدة تم تجوالات في كل الأقاليم وفي كل الجهات والتواصل مع كل الشرائح المغاربة كذلك حزب الاستقلال بعد سنتين اليوم فتحنا انخراطات جديدة بالنسبة للإستقلاليين والإستقلاليات وهي بطائق إلكترونية والحمد لله كل شهر هناك انخراط عشر ألاف عشر ألاف بطاقة شهريا بحيث في 12 شهر الآن وصلنا إلى 125 ألف بطاقة فيها جديد وفيها من طبيعة الحد جديد ديال بطاقة فيها شباب ونسبة كبيرة فيها النساء كذلك فيها أوطور فيها كفاءة حزب الاستقلال بعد سنتين أصبح حزب الجميع في ملك كل شرائح المجتمع يؤقل بأن إزاحة هذه العائلات البرجوازية رغم أن أستاذ العساوي اعترض على هذا التسميع مع فرط شغيرة كنت نقول لك ما كانوش كله برجوازية ماشي مشكلة فسح المجال أمام جناح نقابي أصبح يتسيد داخل الحزب وكتغلب عليه العقلية الهتجاجية والعقلية المطلبية هذا أيضا فسح المجال وحص الصراع على المنافع والمصالح والمواقع داخل الحزب بشي جوبنا أنا وياك في نفس الوقت للناس حميد شباط من المشروع الأساسي الخطاب السياسي اقتبسوا بشكل كبير من الحركة العشرين فبراير ألوي هذه النبرة الاحتجاجية وربما هذه الطبيعة التي تكون كرجل النقابة جبتها معك الفصل الحزب كان معروف على أن الدرع النقابي تكون دائما موازي للحزب وكي يبقى الحزب بهك تتسيد داخل الحزب وهذا وش ماشي نوع منت شويه لأليات الاشتغال لهذا الحزب هذا لا هذا غلط غلط كبير جدا أنا نسقطه فيه خش يقالسي يقالسي شابات أنك داخل الحزب وعر يعني عندك واحد قمع والاستبداد وواحد يقول لك ياخد الكتابة بقوة ياخد المسائل بجد وبقوة وبحزم وعزم لا أبدا لا لا أبدا يعني تجرأ شي وحش يقول سي شابات لا لم أطبقش معاك لا أنا هدي أوري خرج على المحادي سي شابات لا لا عندنا أصوات لا كثير من أصوات نعم باش نكون واضحين لا باللاتي وكل القرارات من قال لا تم طرده وكل القرارات تأخذ فيه داخل مؤسسات الحزب بما في ذلك قرار السحاب من الحكم ولكن لا لا بدأ نعود إلى النقابة أولا حركة 20 فبراير في حياتها ثلاث سنوات واتحاد العام للشغالين واتحاد العام للشغالين بالمغرب كان يقابة في عمره 53 سنة كنتكلم عن الخطة 50 سنة النبرة وحزب الاستقلال في حياته 80 سنة تفقي إذن يمكن أن نقول أن الحركة يمكن خداز بعض الشعارات لهم الحركة النقابية المغربية اللي ساهمت في تحرير الوطن كما ساهمت في عدالة اجتماعية حقيقية داخل الوطن ولا لازلنا نكافح لأننا هناك عدة قضايا ما أحوج المغاربة إليها الآن ولهذا بالنسبة إلينا النقابة شيء والحزب شيء آخر والمؤتمر الثاني عشر للنقابة كان مؤتمر الحمد لله ناجح بامتياز وهناك قيادة جديدة لنقابة الحال العام الشغالين تعمل باستقلالية تامة عن حزب الاستقلال حزب الاستقلال قيادة اليوم أسبوعيا تجتمع أسبوعيا البلاغات ديال الجنة التنفيذية كلها تمر بالإجماع والقرارات دائما نعود إلى المؤسسات الحزبية طيب شباب قلت في تصريح صحفي للمتباكين على زمن على الفاسي أقول نحن في زمن أعطيني صاقي ما معنى هذا الكلام أبدا لا 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 هذه من طرهات ومن الأكاديم التي لا يقبلها التي لا يقبلها أي عقل يعني يقال بأنك يعني ضمرت إرت على الفاسي الخصوم ذلك بالطبع لمن يقول هذا الكلام أولا إرت على الفاسي وإرت حزب الاستقلال والمغرب والحركة الوطنية كانت ممتلة في كل الأقاليم وفي كل الجهاز من عراب ومن أمازيق ومن سوس ومن الجنوب صحراء ومن كل المغاربة شاركوا في الحركة الوطنية ولدى اليوم حينا الذاكرة لحزب الاستقلال اليوم كل الزعماء وكل الرواد الأوائي اليوم صورهم الآن داخل مركز العام لحزب الاستقلال ونبدأ ونبدأ عن حياتهم وتم تكريمهم خلال الاحتفالات بمرور 80 سنة على تأسيس حزب الاستقلال إذن ذاكرة الحزب اليوم وأرشيف الحزب اليوم اليوم يتم تجديده وإظهاره إلى كل الاستقلالية وإستقلاليين مش تدميره مش تدميره لا أبدا بالعكس إحياءه وتجديده وتنقيحه شابات ألم تقولوا في تصريح للصحفة لأنه لكل زمانين رجاله لا وابلاتي لأنه هذا حزب هذا تصور لمشروع مجتمعي بني بطبيعة الحال لا أحد ينكر بالنعل الفاسي من المؤسسين دي الفكر السياسي المغربي لا بلاتي ما نكرناه ما نقول لك شنكرته ولكن طريقة ديال الاشتغال هل طريقة حامد شابات هي ديال اللي كان فيها علال الفاسي أو بوستة أو الآخرين على فكرة مثلا السي بوستة لا نراه يتواجد داخل الحزب لولي تنتأمين عام لا غير ما شعب نزيد نوضحه الأمور وضحه واش بغي يسير اليوم حزب السقلال في هذا القرن 21 في وقت الانترنت والفيسبوك والتويتر يشتغل بالطريقة اللي يشتغل بها وخمسين وربعين السي علال كان مبديعا في وقته لا غير ماشي غبلة واقعين وافكاره تحت كنفتع الفكر على الروح شوف شوف توابط نحافظه عليها المبادئ نحافظه عليها القيم نحافظه عليها ولكن لا بد أن نعيش الوقت الحالي لأن المستقبل اليوم تشباب زعيم علال الفاسي والرواد الأوائل والموقعين اللواتي قاد يلحظاش يناير 1944 كانوا شباب حالة الشباب اللي حاضر معنا اليوم مقرر في المستقبل اليوم ماشي قرر في مستيرو أي لغة نخطبوا أي لغة نخطبوا هذا الشباب لا أولا باللغة باللغة الواقع باللغة المنطق ويتبنى واحد لبرنامج ديال تكوين المستمر ونبداه بالتربية والتعليم والشباب يعرف رسول ما غيتخرج غيلقاه واحد المنصب ديال الشغل إما في الوظيفة العمومية وإما في الوقت كل شيء غير يقول هذا الكلام لا لا مش كل شيء نتائج رفعات حزب الاستقلال في الحكومة السابقة رأى بالنسبة لأربع سنوات ما كملناش خمس سنوات لأنك انتخابات سابقة لأوانيها نفدنا من برنامجنا خمسة وثمينين في المية شغلنا من الأطور العليا ما يفوق مئة ألف إطار عالي لشغلات داخل الوظيفة العمومية غادي نجيل هذا المسألة لا لا بشكل وضعين بقينا غادي نرجع لهذا الشيء بالنسبة العودة إلى الحزب بالنسبة للغاضبين أو المطردين واش بقي وارد هذا الأمر سأستمع لإجابة تكسي حميد شباط ولكن بعد متابعة هذا التقرير محطة المؤتمر السادس عشر كسرت قاعدة التوافق التي بني عليها البيت الداخلي لحزب الاستقلال لأول مرة دخل الاستقلاليون مؤتمرا وطنيا دون أن يعرفوا نتائجه النهائية انتهى المؤتمر ولم يتجاوز الفارق بين الرابح والخاسر عشرين صوتا كانت كافية لتبادل الاتهامات بين فريقي المرشحين والوصول إلى أبواب المحكمة الانقسام بحسب قراءات ليس وليد اليوم لكن بذوره انطلقت منذ مشاورات تشكيل الحكومة التي لم يرى فيها كثير من الاستقلاليين أنفسهم اليوم والحزب في المعارضة يشعر بكثير من الأريحية ما منحه الفرصة لإعادة ترتيب أموره الداخلية التيار الذي هيمنا على حزب الاستقلال بعد ذهب الأمين العام السابق أدى إلى تغيير التوجه الرسمي للحزب لإضعاف مناصر الرئيس الوزراء السابق وإضعاف التوجه الذي كنا نعرفه سائدا في حزب الاستقلال الآن والذي تدعين التجاه القائم الآن الذي هو يهم على دولي القرار في حزب الاستقلال دفعه أولا إلى إخراج أولئك من الحكومة بتريء إضعافهم داخل الحزب لإعادة ترتيب الشؤون الداخلية للحزب وأعتقد على أن الأمين العام الحالي له هذا الهاجس هو أولا ترتيب الأمور الداخلية أي إيصال أولئك الذين ينصرونه إلى دفة القرار الحزبي وبالتالي بالورد تصور وخطة حزبية تجعله من طيار الذي ينتمي إليه هو الطيار المهم خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة جعل كل الجهود تنصب على تجديد الهياكل الداخلية وتنظيم فروعه الجهوية استعدادا للانتخابات القادمة التي يعويل عليها الحزب لتجاوز نتائج العام 2009 والتي وضعته ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة مقارنة مع 2019 نعتبر أنفسنا أكثر تهيئا وأكثر إعدادا انطلاقا من معرفة مسبقة بالمرشحين ومن تهيئ قبلي عن طريق لا الليجان المركزية التي أعدتها اللجنة المفيدية وهي اللجنة الوطنية للانتخابات للجنة البرنامج ولا من خلال التكاوين التي تنظم لفائلة المفتشين لفائلة المديري الحملات الانتخابية ولا من خلال الاستمارات التي يتم متابعتها ومتابعتها عن طريق المنصقين داخل كل جهات وبالتالي اليوم لدينا خريطة واضحة فيما يتعلق بأماكن القوى وبالأماكن التي تحتاج إلى تدخل سواء مركزي أو جهوي أو إقليمي من أجل أن يكون الحزب كما كان وسيستمر إن شاء الله لا على مستوى التغطية ولا على مستوى الحضور واليوم نراهن على تحمل مسؤولية العديد من الجماعات الحضرية والقراوية على المستوى الوطني وفق مخطط استراتيجي مضبوط من طرف قيادة الحزب حمى الاستعداد للانتخابات المقبلة تجتاح الأحزاب المغربية وتذهب قراءات إلى أن حزب الاستقلال بدأت أهوبه بخروجه المبكر من الحكومة خوفا من أن تذهب قرارات تتخذها الأغلبية بشعبيته لدى جمهور الناخبين سي شابات باب الحزب هل لازال مفتوحا أمام الغاضبين والمطرودين لا ويمكن لي نأكد أولا ليس هناك أي مطرود من حزب الاستقلال كان هناك طرد واحد غير ما تتقلقش ولي بغي نجي بتصراح هذا كان هناك طرد واحد كان في حق سيد الوزير سيمو حمد الوافا لأنه ملتزمش بقرارات الحزب ماشي فرطتوا في كفاءة أثبتت أبدا يعني وزير أثبت كفاءته عند حكومة لكي قود الخصوم ديلكم شنو يا كفاءة ديال زيادة في الأسعار لا دك موضوع كفاءة في تقليص من الوظائف نغي باش نكونوا واضحين كين احترام القوانين الأساسية ديال الأحزاب أي خيانة داخل الحزب يا خيانة للدولة والشعب بكاملة كل أمور واضحة ولكن لأننا مخلقناش باش نكونوا وزاراء رأى المناضلين اللي جابوا الأصوات واللي اشتغلوا في الدوائر ديالهم والسلوى فخارج الوطن كسافير هم اللي اعطوه منصب وزير يعني فقط ولهذا هذا المناضل المناضلين هم اللي قرروا منصحا من الحكومة كان يجب على أن يستجيب الحكومة لا أن يستجيب لشخصه ولهذا لمنصحنا من الحكومة تفضلنا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للقيادة الجديدة لحزب السحلال وفي السحلال وفي واحد فيديو يتدور على الانترنت يقول بأنه راسي شابات راسي بكيران ما يعرفش له أنا اللي نعرف له واش مستعد تحدك في مناظرة تستعد تنظره لا شوف باش نكونوا واضحين هو لا يمكن ندير مناظرة مع أمين عامد حزب مع شخصية في مستوى حزب الاستقلال هذا واحد الإنسان اليوم اللي خرج على القواني الأساسية للحزب واللي فضل أنه يبقى في حكومة اللي خرجنا منها كحزب هذا لا يمكن أن نناقشه في هذه المحطة اللي تنعتبر 90 دقيقة للإقناع وليس من أجل النقاش حول موضوع تابع اللي هو موضوع بالنسبة للأطور لأنه كان فعلا وجوه جديدة بنت مع التواجد مع البرنامج اللي جبته وكان كذلك بعض الوجوه القديمة ولكن هذه الوجوه القديمة واللي هي من الأطور البارزة معروفة بلا ما نذكر الأسماء لا مثلا بحل بسي حجير بحل سي غلاب لا هادو ناس ما كنشوفوهمش كم يتيقولوا في التنس كي طلع للكخينو اليوم باش يدافع يعني بحل أنه مدير وحد مهادنة كي سينغع لما تمر العاصفة في حين أنه هادو الوجوه الجديدة هي اللي واخده بزمام الأمور وكاتب وش معنى تهبين هدوك الناس أفولا نجموهم بشاو فضاو ما بقى عندهم ما يقولوا أو لا لا شنو المعنى لنهجب الناس لا أشرح لك ما فيها بس لاغي بالنسبة للجديد والا القادم داخل حزب الاستقلال اليوم حزب الاستقلال كل استقلاليين سواسية داخل القيادة أو خارجها هذه الأولى ثانيا أولا سي كريم غلاب آخر برنامج كان بالنسبة للحزب الاستقلال اللي هو برنامج 90 دقيقة للإقناع كان استضاف الأخ كريم غلاب كنت يدفع على رسول كرئيس مجلس نوب لا لا كقيادة في حزب الاستقلال لا ولكن تتكلم على الفسوء أنا اللي صدف تواصل شابا كرئيس مجلس نوب إذا كعوض إذا كحيصات بقال الحزب الاستقلال عندك تجلوها في اسم حزب الاستقلال ما شو كونه إحنا سجلنا تقدم زيان إذا إحنا بيثبات إلينا كي ناطق رسمي للحزب اللي هو الأخ عادي بن حمزان كل واحد مسؤول داخل الجنة تنفيذية عنده مهمة من المهام أخ تفق حجرة ورئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلا استدعاه شي برنامج لا بده غاديم شي لبرنامج ودائما يتكلم ودائما يتحدث ويترأس المجلس الوطني لحزب الاستقلال ولهذا أولا ما كانش عاصفة حزب الاستقلال بخير وحزب المعتبر ولله الحمد الإقبالات موجودة وتنأكد أنه اللي مقبلش الديمقراطية الداخلية واللي غاب على دوارات المجلس الوطني الفصل واضح في القانون الأساسي للحزب يعتبره مستقيلا ما عطاش على الجنة الاجتماع أو الحزب يقرر فيه واشي يبقى في حزب الاستقلال أو يخرج اللي يبغى شي استقلالي يستقل من حزب الاستقلال من المجلس الوطني دي الحزب ما تحضرش ثلاثة دوارات ويعتبره مستقيلا طيب صحيفة صحيفة إحدى الصحفة شباط نقلت عن مقربين منك أنك تتهم جهات لم تسميها بمحاولة قتلك سياسيا فاس في الجهة في الانتخابات المقبلة شكو هادو شكو الخطر لك يشكره حميد شباط لا دبت الدفاعين بدأ المصار دي الحامين شباط اللي يمكن العديد اللي غالط في المصار الحقيقي لبن نرشعب أولا لا يهابو لا لا يهابو لا 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 يهابو لا أولا ما عدى عمر معك كيف نشيره في صحيفة الأسبوع هو الأسبوع شوف الأسبوع اللي تبعتها وزيد معاها أخبار اليوم وهي الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الرأي ديالك لا رأيي وانا قلتك رأييك كيف نكونوا بتفقي إذن هتصريح عمرو مكان لأن حميد شباط دو السعب مخلق شو ملعقة داب في مو حميد شباط قاسم الإضراب حميد شباط قاسم الاعتقال حميد شباط كان معرض للحكم بالإعدام في الإضراب دو 14 دجنبير 1990 اللي خلق مغرب جديد وعهد جديد اللي خلق عهد جديد لمغاربة لما سنتكلموا عن العهد الجديد كيف يحملوك المسؤوليات عندك شعب السعين السي شباط كيف يحملوك بدأ هاد شي لك تقول لكن ما كانت 14 دجنبير كورا وقعنا بحال سورياليو كورا وقع لك بحال مصر بحال الدرجة بحال الدرجة باش نكونوا واضحين لأن 14 دجنبير كانت ينتفاضة لمغاربة لا في فاس ولا في طانجة ولا في البلاد كلها فعلا 14 دجنبير كنتي مع ذلك لا سمح لسي شباط ولا أنا ولا الشعب كانوا خمسة إلى اجتمعتي تعتقلوا إذا اليوم هذا المغرب الجديد اللي تنعيشوه رابط فضل الكفاحات والنضالات ديال الاستقلاليين واستقلاليات وديال اليساريين وديال الأحزاب الوطنية العريقة ركبوا الناس اليوم على واحد الموجة هذا شأنهم وما بني على باطل فهو باطل ولهذا احنا هشمة من نشبه ولكن هذا الواقع المعاش رأى فاس اللي هي قلعة ديال الكفاح وديال النضال أو العاصمة السياسية وديالجامعة القاروين وراه الاستعمار خلاواصية وحدها هذه الصورة وقلها ولهذا بالنسبة إليها هذه الصورة ديالفاس ما زال غير عند كنتا مدينة فاس يا مدينة الأزبل والأوساخ مدينة فاس يا مدينة العنف مدينة فاس يا مدينة عدم الاستقرار الآن الله يغفر لك ولا يا شو الله أنا ولهذا الله يغفر لك بينا اللي هر عظيم إلا هاد شي كهيم وبالأمسيلة ونعطيك الأمسيلة كالأزبل كتيرة من غير خليني متشارع ما كان في المخ لا 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 الأوساخ مدينة فاس مدينة العلم ود العلماء هذا كلام وكال الحاقد على استعمار شوف ما زال الحاقد الله يغفر أنا بالتخل الواقع باش نكونوا أكتر وضوح هذالي هدي حاق ونكشفون أوراق لا 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 يكررون لك موضوعنا ماشي فاس هذا حقيقي لا شو ما تقول هذا على هذا طيب ربما نخصو حطاء للفاس والتدبير مجلسك لشابات المدينة فاس باش نكونوا ونكشفوا الأوراق لكن بلسه سمح لي والشارع داب العن في الفراشة عمر شارع موحنود الخاميث استبيعوا فيه الملوي عباد الله واذا خلينا نظرو ماشنا شو غلي فالفراشة لا ميمكنش نستعم دعهم دقانون هذا الفراش رائم غريبي أخويا ورامسكن بيطالي الحكومة خلتوا بيطالي ومسؤولية الفراشية الحكومة والوالي ماشي حاميد سابق اسمح لي هذا الفراش ماشي زبل لا الفراش ماشي زبل أخويا اسمح لي طيب طيب سين عساوي باش نخليوا الفراش وربما نخصوا لهم حلقة حلقة مصدقلة هم الفراش راتي قرروا بنتو ما تحتدوا لولو سين عساوي سين عساوي هناك من يتحدث فاس رات عدد السعاب ليس موضوعنا فاس هناك من يتحدث على محاولات لإضعاف حزب الاستقلال إلى جانب حزب الاتحاد الشراكي وتحجيبهما لإفساح المجال أمام الطعم لقييرة الحكومة المقبلة واش للمستموشي موشي من يحاول له والله أعلم أنا ما عرف الشلاع منك شي مؤشرية فالنتجة لا بالنسبة لحزب الاستقلال باش نكونوا وعين بواحد الشيء اللي هو أساسي حزب الاستقلال قاوم المستعمر وقاوم أثناء سنوات الدماء وسنوات الرصص وكم من مرة تعرض الزعيم على الفاسي والقيادات السياسية إلى عمليات اغتيال ولكن حزب الاستقلال بقى دائما صامدا مكافعا ليس هناك أي حزب مهما كانت شيطانته أو أي قوة كانت داخلية أو خارجية أنها تستطيع أن تقزم حزب الاستقل لأن حزب الاستقلال لا هذا الواقع لا هذا الواقع هذا الواقع ربما انتهت نهائيا هذا كان واحد الحلم في 2009 انتهى اليوم رحنا في 2015 هذا واحد الحلم كان أنه ما دام أنه أحزاب التاريخية وما دام أنه أتى مالك جديد أحزاب جديدة انتهى هذا الفيك لأن الملكية عارقة والأحزاب العارقة والشعب المغربي الذاكي ويعرفوا تاريخ بلاده على أحسن ما يرى أسكنوا هاني نماذ الموضوع عني واحد سؤال فيما يتعلق بالتحالف مع الاتحاد الاشتراكي قلتم وهذا الكلام اللي كنتم قلته وصلكم للمحكامة على أنه المهدي بن بركة سفاح إلى آخره وهذا شيء وصلكم للمحكامة وربما الحكمات الصالحكم وعليش حكمات الصالحة لا باللاتي قبل دابع من المحكامة لا قبل محكامة كيف لكم اليوم أن تنصقوا مع حزب وصفتم زعيم له بأنه سفاح وقتل الناس في إبان الاستقلال المغربي إلى آخره كيف لكم دابعين؟ أخي تنظن هنا هالتاريخ في إنتهي لعب الدور ديالي أولا بن بركة الشهيد بن بركة مات 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 وهو استقلالي لأن أبن بركة راح أبقى في حزب الاستقلال وكان زعيم حزب الاستقلال وش بي غياب على الفتر قبل لا تنظر باش نكونوا واحد شوية واضحين فيما بيننا أنا لما تحدثت في ذاك النهار تحدثت على واحد السنوات اللي هي سنوات الدماء قبل انفصال ليلة تشعده خمسين هات السنوات المؤرخين ما تكلموش عليها نهائيا اللي كانت فيها تصفيات الجسدية وعاشت واحد المراحل خطيرة بلدنا ليح تسعدت واحد ما زعم هاد المؤرخين ديالنا يرخلنا لهذا المرحلة سي شابط زعم لا أنا تنقل واحد الواقع وطلبت من المؤرخين أنه يناقشوا هاد المرحلة ولهذا بالنسبة إلي لما نقشتنا هاد المرحلة ما قلت لا تفح ولا قلت تالي قالوا افطرح سؤال من أحد الصحفيين أنه ضرب ريشة قلت أن من كان يقوده حزب سيقلال أولا هاتش ما كينش ومن كان يقوده حزب سيقلال ماشي على اللفاسي كان في المنفع الختياري من كان يقوده حزب سيقلال هو بن بركة مسألة بسيطة قيادي في الحزب يناقشوا قيادي ذي عند علاقة في إحدى خرجتك الإعلامية المثيرة للجدل دعوت إلى التحالف مع الجماعية الوطنية لحقوق الإنسان ومع العدل والإحسان المحظورة في أي خانة يمكن إدراج هذه الدعوة؟ لا أولا لا مشكلة لنا لا مشكلة لنا في التواصل لماذا؟ هذا كان مؤتمر تاني عشر ديال الشباب بالاستقلالي ودعوتك أمين عام الشباب عدم التأثير بالإديولوجيات في الصغر في الصغر تنشتغلوا مع الجميع وتمكنوا واحد الفكر طموح ديال الشباب ديالنا وتنتعاملوا مع الجميع وقلت للشباب تعاملوا مع الجميع حتى مع شبيبة العدل والإحسان ومع الجمعية المغربية اللي حقوق الإنسان دافعوا عليها لك أنتم مظلومة وانتم أصدقاء الجميع كشبيبة استقلالية والشباب سمحي يجد دفاع على الجمعية المغربية إذا كانت مظلومة باش نفهم معك ندافع الضالي لا لا باش نفهم معك لا المظلومة المثلومة 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 إلي اليوم ورام مظلومة وإلى عنده شي واحد شي حجاجي من دهنة وليعده الإحسان بندثباتي إليه خذك الحصاري تترفع وتفتح نقاش هدو مغاربة ماشي خارج تغطي يدو مغاربة هناك بعض المراقبين سيشاب نفتح النقاش هذا سؤال حيث أنا ما نوطش به أنا نفتح هذا النقاش ربما هذا الدعوة ربما بعض المراقبين صنفوها بأنه سيشاب شعر بأن الفوق تخلى عنه وأيضا يؤرقه هذا التقارب ما بالبي جي دي وما بالطام التقارب الأخير وبالتالي أطلق العينة لهذه الصريحات هذه هذا أجمل سؤال وأحسن سؤال الحمد لله أولا هذا الفوق تتظهر عليه شكونا الله أعلم يقول لي الفوق كل شيء رأي الفوق فوق كين السماول ومطار والتلجناد يقولون ما شكونا هذا الفوق أولا الحمد يثبطوا معه لا الفوق ولا التاس عم يثبط معه الشعب مع الناس اللي تتشتغل إلى جانبهم ما أنتو خاطبون فاش كتقول الجمعية المغربية ما أنتو خاطبون أنا أخاطب وش الفوق ضد هذا الجمعية وش الفوق ضد العدو الإحسان وش الفوق تدير السياسة يجي معي محضورة أنا أنا أعرف العدو الإحسان جمعها محضورة اللي تقول المؤسسة الملكية راديا جميع المغربة ماذا أخلاف سياسة ماذا أخلاف معارك سياسية خليونا ما شمبعت فاتح دستور فاتح يوليوز اليوم رقص الأحزاب تقوم بالدور ديالها والنقابة تقوم بالدور ديالها وانتركوا كل مجال للناس عبروا بالطريقة ديالهم اللي تيشوفوا واش حاميد شابات ديال اليوم في ستين سنة وحاميد شابات ديال تمنتاش سنة واش هالشباب معنا اليوم ويقتل ستين سنة بنصف الفكرة ولهذا احنا بنسبة إلينا رداز وتجارب إذن هالتجارب قد سناعود نستغل لها اليوم كاين واحدة معنا خطأ حمر واحد بلتي بلتي على الخطوط الحمراء من الخطوط الحمراء اللي كان وضعها حاميد شابات كزعيم في حزب الاستقلال هي مع حزب صرحتوا بها في عدة مرات وكانت عندكم سيجالات مع بعض الزعماء ديالهم واليوم انتم معاهم في نفس الصف كتستفوا في المعارضة وكاين قاعد تنصيق يعني واش هادا بشي نوع ديال فين اين هي الاخلاق السياسية كيفاش كاتشنية الصورة اللي كتعطون المواطن باش يقد يتبعك ويبقى معاك على طول البارح كنت فهد شكل بنت اللي بيننا والمصلحة كينا فهد جيها نظر معاها شنو هادش لا اولا عباش نعطاه لكل دي حقين حقاه اولا حميد صابت انا داك كان كاتب عن النقابة وكان عندي ضد التوجه ضد برنامج الواحيد اللي كان على المستوى الوطني في قوة هاد الحزب بعد انشأتي وواجه هالبرنامج هاد الحزب هو حميد صابت انا داك واجهتي مفاسف لان من كان لا خلينا الليل واجهنا مفاسف في مكناس وفي الضال البيضاء في الصحراء لما كان يقدم نزيق في كل شي صافي انا بغيت سمع اخر في جبيح التراب المملكة لانه هادك برنامج واجهنا ما شي اشخاص انا عمره بتشخاص الامر برنامج اللي كان هو اقصاء كل احزاب الوطنية هذا قلنا اللهم هادا منكر الحزب الواحد لن يكون في المغرب وقلت لا يمكنه انا داك تمناست المغرب اليوم ره وضع اخر هاد الناس اليوم اللي تتواجهوا معا ما كانوش يقدو يتواجهوا مع البام وعلى رأسهم رئيس الحكومة ما كاش تقدو واجهها البام في ذاك الوقت تلقوا دياله وتأسيسه ما واجهتها تحركوا الشباب مساكن في الشوارع تطلبوا العمل تطلبوا اللي يقرأوا ويتكونوا واستغلوا هاد الفرصة وركبوا على ذاك الشي ووصلوا الى المسؤولية وعادوا ولا تهضروا في البام اذا انا بسببتلي اللي البام دي ماذا تغير في البام وتغير كل شيء أعطيناه لأنه كان سي فؤاد علي الهم اللي خرج من الدول الملاكي واسس هذا الحزب كانت واحد سلطة كبيرة عند هذا الحزب لا مش لك سعي لا خرج من الداخلية لا خرج من الداخلية لا خرج من الداخلية لا خرج من الداخلية شكو نداري بتاقي خلي ما هاد نظر كان يسمى والعالم استغل هذا الظرف ديال صديق المالك أنا كانت عندي وجهات نظر ديالي واضحة حزب السقلال ما يمكنش يتحارب ومنحقين دفع على حزبي وعلى نقابته وعلى الشعب المغربي ما يمكنش يكون الحزب الوحد في ذاك الوقيت اليوم اللي اليوم السفؤاد علي الهم رجاء إلى ما كانه واليوم حزب البام بحلو بحل أحزاب الوطنية الشعب اللي جعلنا أننا نكونوا في المعارضة إلى جانبنا جنبا إلى جنب اليوم لأول مرة في تاريخ السياسي المغربي المعارضة تشتابع في البرلمان هذا شيء موهي البام الآن ما بغيش تحطوا على تحالف كي تحطوا فقط على تنسيق تحنا تقولوا تنسيق داخل البرلمان واخد مسافة منكم كيش تحال لا لا ما أخذت شوف أولا تشيحز ما أخذش مسافة مشيحز ولكن معك من الأسف كاللي تستغل بعض الخلافات باش يشووش على الأحزاب السياسية راه المغرب ما بقاش عنده الوقت باش يقولي الدكتاتوري المغرب لا بدي تمشيب الأحزاب السياسية سنفسح المجال الجمهور الكريم للتفاعل معنا معنا طهر زويتا عضو الشبكة الوطنية لإعلام الشباب سيطرح سؤاله بعد متابعة هذا البورتري بمدينة تمارا كان مسقط رأسي الطهر زويتا قبل 24 سنة بها حصل على شهادة البكالوريا في شعبات العلوم التجريبية ثم انتقل إلى المعهد الملكي لتكوين أطور الشباب والرياضة ليحصل على شهادة الإجازة المهنية في تخصص تنشيط السيوسيو الثقافي الطهر عضو سابق باتحاد طلبات المغرب والرابطة المغربية للشباب من أجل الحداثة وتنمية كما أنه فاعل بمجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعوية وعضو الشبكة الوطنية لإعلام الشباب فرع الرباط والمركز الوطني لإعلام وتوثيق الشباب اهتمامات الطهر الجمعوية مكنته من المشاركات في عدة ندوات تهم الشباب المغاربي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وأنا أشرف المرسلين تحية عثرة للمشاهدين الكرام تحية عثرة لسيد الأمين العام نعلم سيد الأمين العام أنكم تقومون بدور مهم من أجل داخل دماء جديدة في الهياكل التنظيمية لحيب الاستقلال ولكن جاء في تصريح لكم سيد الأمين العام أنكم ضد فكرة ترشيح أو مرشح واحد للهياكل التنظيمية ولكن العكس الذي نرى في حيث أنه في المؤتمر دير شبيب الاستقلالي كان مرشح واحد في المؤتمر دير اتحاد العام طلبة المغرب كان مرشح واحد ما ردكم على هذا نقطة ثانية سيد الأمين العام نعلم بعد انتخابكم على رأس الأمانة العامة للحزب الاستقلال قمتم بإقصاء وتهميش بعض الأشخاص ممن كانوا ضد التيار أو بصراح العبارة مع السيد عبد الواحد الفاسي الذي كان أندك منافسكم في الانتخابات ما سبب هذا الإقصاء وما سبب هذا التهميش في دل احترام الرأي والرأي الآخر نقطة آخرة وبعجلة قلتم سيد الأمين العام في تصراح لكم أنكم لا تحب دون فكرة تعدد الولايات أو ترشح لولايات متعددة هل هذا يعني أنكم الآن في صدد تهيئ من سيقود سفينة حزب الاستقلال في دير الاتمية السياسي الذي أصبحنا الآن نعيشه داخل قبة البرلمان لأن المواطن المغربي سيد الأمين العام لا ينتظر أن تلو حكم شعبية وخطابات وردية بقدر ما ينتظر تفعيل حقيقي للبرامج وللقوانين وشكرا شكرا لنا فيما يخص المنافسة حول المناصب بالنسبة للمؤتمر شابة الاستقلالية كان هناك مرشح ولكن كانت مدة لحوالي ستة أشهر دي المنافسة ما بين الإخوان تنازل أحد الإخوة وبقي أخ إذن هذا ديمقراطية اللي خلينا وتركناها للشباب الاستقلالي بالنسبة للاتحاد العام لطالبات المغرب لأنه 12 سنة ما كانش تجدد المكتب نجددناه في سنة الأولى دينا ودبا كل سنة نجدده المكتب إذن ما دام أنه الطالب خصويل لا يتعين لأنه دوز الكاتب العام وزر الولاية الأولى اللي هي سنة دبا الولاية الثانية سنتين إن شاء الله في المستقبل اللي بدأ قد يكون البديل بالنسبة للإقصاء ليس هناك أي إقصاء إلا الإقصاء راسه لأنه إنسان تكون غادي واحد صور عادية 60 في الساعة في الطريق الصيار وانت يشوف راسه 120 ما تقدمشي تيمشي يقلس بحالاته هذا حقه وهي قلة قليلة جدا واللي ما يأمنش بالديمقراطية الداخلية ما لا يرجع منه أي خير قبة البرلمان البرلمان راه داخلها في إطار واحد الحرب اليوم بدأتها بعض الوسائل دي الإعلام بدأوها بعض الأساتداء والمحللون واللي مع كامل لأسف ما دخلوش للحق السياسي وعرفوش ما هي الصعوب وعرفو الصعوبة للحق السياسي وقلسوا في المكاتب فاخرة وتنظروا وتديروا حكم قيمة على الأحزاب السياسية وتتهموها بشيء أشياء لا أساس لها من الصحة كان واحد الحرب لأن انتخابت على الأبواب وهنا تنسألوا ماذا تريد الدولة عبر وسائل الإعلام من الأحزاب السياسية تركوها تقوموا بدورها ولهذا نحن نسبل لنا قبة البرلمان شوفوا البرلمان ماذا تشتغل في الليل ونهار في اللي جاني وش فقط وسائل الإعلام التي لا تروقوكم سي شابط لا 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 وش وسائل الإعلام كاملة لا 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 تصريح لا 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 أتصريح هذه نزيد اللي اتصريح لا 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 لك تقول الدولة الإعلام. وهذا تصريح. صعيب بزاف. أنا منسبة لي. جاني صعيب. صراحة. لا جاني صعيب لنقصر. اشرح لنا. اشرح لنا. اشرح لنا سي شباب. بغي باش نكونوا واضحين. اليوم كين واحد الحملة. ضد الأحزاب السياسية والسياسية. حملة مو منهجة. وفي جامع المؤسسات العمومية. اللي هي الإداعة والتليفزيون. واللي كانت برامج. وتيجي أستاذ جامعي. وتيقول ما تمشي السياسة غلتة انتفاع. وما تمشي السياسة إلا اللي بغي يقدم مصالحه. وما تمشي. وحنا في واحد الوقت اللي بغي نحارب العزوف. في واحد الوقت اللي فاتحي اللوائع جديدة. بشباب ينخارط في السياسة. تنديروا إحباط في نفوس الشباب. هالشي لا بدأ اللحظه. وراه وقاع نقاش داخل البرنامج مع الأخ عديد الحمزة. بالله يعني كاسي شباب. أستاذ جامعي. نفترض هدو وسائل الإعلام ما كيناش. فقط غير المشاهد. غير فقط غير الناس المغاربة. يشوفوا ذلك الشي اللي كيكون في البرلمان والممارسات دي السياسيين. هاي كل عزوف. لا ما تكون وسائل الإعلام. برلمان إيقلاترانتا. كنت تتدربوا بصبابات. ما تتشوفوا إشتغل البرلمان توركيا. لأنه من دول من أجل مصطعة المواطن. من أجل مصطعة المواطن. ليس أجل مصطعة المواطن. ليس أجل مصطعة المواطن. طبيعا. وشنو هدو تتدبزوا على المصلحة ديالو. والله أعلم. وتانية زيدوا تأكدوا من الحقائق لا بد داخل البرلمان وفي المكان مع الحكومة لا بد يكون المشدس من أجل مصالح الشعب شنو بغيت هذه الحكومة تزيد في الأسعار وقلوا له أمين توقف توظيفات وقلوا له أمين يموتوا 42 في الفياضانات وحتى وزير ما مشي يزورهم والوزير الواحد اللي مشاقها مشي تنشوف واحد العائلة الحزب ديالي اللي عادة له التنمية شنو بغيت الكراتة ونقولوا له خلي الكراتة وشوها في البلاد حرمونا من الكاف يعني من الكأس الإفريقي تنضم في المغرب قالوا إيبولا مات شي واحد في غنية السوائية اللي هي الموقع ديالإيبولا واللاعبين دوليين قيمتهم هي فورق ديالنا كلها اللي مشاوا اللي عبورها مشاوا بحالتهم مش نوقع حرمنا الجمهور حرمنا الشباب بوحد القرارات اللي شعبية شنو نجي ونقول لهم تبارك الله عليكم راكم بخير راكم غاديين طيب باقي غير رجعوا الأداء الحكومي طيب سيناريو مشيوا الاستعدال لانتخابات المقبلة مشيوا الاستعداد تديرونا التليكمون تشعب registered مستوع الخطاب مؤذرة النقاشة كل شي مساعم فيه كل شي مشاعم тогда كل شي مساعم كون فش كون الدبزو سياسي لا انا لا أنا انا ارديد اردى اردى ونفسي على شوف وسائل إعلام لكن أنا شخصيا أرضى أو نفسي السعداء الانتخابات المقبلة سيناريو المقاطعة هل لازل واردة من نسبتي إليكم؟ لا أولا نبدأ من حيث البدء لما جاءت المشاريع قوانين كان لقاءة الأولية مع رئيس الحكومة اللي هو مشرف ومسؤول سياسيا على تدبير هذه المرحلة انتخابية ومع وزير الداخلية ووزير العدل اللي هما تمثلوا اللجنة المركزية وعطينا رأينا وقدمنا مقترحات البرلمية قلنا باش ما نبقاش دائما في هاد الخيطة بديل تزوير وديل تشكيك في العملية الانتخابية قطرحنا تكون لجنة مستقلة خارجة للحكومة والأحزاب باش تكون عندنا واحدة مصداقية اللي نضمنوها على المستوى العالمي ومستوى الدولي ومستوى الشعبي مش تشكيك مؤسسة الدولة ودبا رئيس الحكومة وخمسة المرات عاودنا الدائرة ملاقب خمسات المرات تخسر وما زلت يشكك فيها كيف بغيتي يغدى في 1540 جماعة في المسقط غايكل هادو المال الحرام وهادو الباع وشرة يبا الغريب أنا الكل شي كي تشكيك لا رئيس الحكومة لا خلي المعارضة يمكن يكون محقها لأنا ما داخلاش الداخل ما متبعاش ولكن هادا المشريف عليها مشريف عليها ابحال جاشي طبق طبق واحد الأكل وشقلك ماله حي كله طيب وانت اللي طيبتي وانت اللي هيئة الانتخابات وانت اللي بسؤل الوالي وانت اللي بسؤل العامل وانت اللي بسؤل الضرك وانت اللي بسؤل النيابة العاماق حرك يا أخي المساطر وهذه المفسدين يا الله أبوش كي حركوا هكا تقولوا لي كي حركوا هكا تقولوا الانتقائية لا أبدا لا تحركوا هكا ظلمان يحركها على رئيس الديوان ديالو رجعتوا استدعاء من المحكامة والجواب ديالو كان واضح رئيس ديوان ديالو رئيس الحكومة قالوا ما مثاليش ما كايش متابعة ولكن الحميد السابط في كل مجالة تمشيت المحكام طعونة كلها تنمشي وتنوقف وهذا واحترام القانون واحترام القضاء ما تيوقفوش اليوم همات مثل متابعة ديالو عضو فيهم قيادي في مكنس المحامي ديال العدلة والتنمية قالوا هذة ميلة في سياسي يا أخي انتلي عندك وزير العدل واش هدو وزير العدل ديالك داري عليك انت السياسة على حزب ديالك نيابا العم تابع الوزير العدل من يشكيك هما هما لان وتشكو في كل شي لما رباح ابن قيادي في العدلة والتنمية في القيمار في الكازينو وقال لك سيدي هذا ينمي الدكاء وينمي العقل ولكن تغدو سحد الكازينو يرجموك في الحجارة تشكونوا واضحين هام هام انت انت عاملوا شنو بغيتوا مننا اكثر من هادشي الى نجاح حلال ديمقراطية شفافية والشيء عشنا في 2011 من الخمسة التالي السبعة وما في المسيرات الزوار الله كبار والجهاد هي بنت النتائج قالوا انو حيي الولاة والعمال ووزارة الداخلية طيب خمسة سبعة اليوم هادوك العمال والولاة هم اللي مازالين ماذا حصل هذا السؤال يجاوب عليه يجاوب عليه الحكومة نجيبها الجواب نجيبها رئيس الحكومة غادي نجيبها جيبنا ذرنا مواجهة هو يقول بانه لن يرد عليك رئيس حكومة اخر تصريح ديله طيب عشرات من اعضاء شبيب دي العدلة والتنمية انضموا الى حزب الاستقلال وغضروا حزب المصبح كش ندرت اليوم هادو براسهم اللي هما ابناء شبيبه وشيب الصح بادا لانه ربق الجدل لا ما كيه الجدل لا راك اعترف ولا اعترف اولا كنت صريحة دربعات القيادين في العدلة والتنمية كي اللي قال تلاتة سيبوانو كي اللي قال تلاتين سيشوباني كي اللي قال واخد كون الفين وسبعة مية لاتهمو سيبو قرعي قال العدد ديال سبعين ما عندناش في الجنوب كيفاش انت ما عندك سبعين في الجنوب كله في الشبيبه وتترأس الحكومة اذا ها التضاربات في الاخبار احنا بنسبة الينا هذو شباب اللي ما لقوش الضلة دياله ما لقو تكوين ما لقو تأطير والقو ان الحكومة اليوم تشتغل خارج البرنامج اللي هيئوها الشباب الشباب هيئو واحد البرنامج بتشغيل ديال المعطالين اليوم ما كانش تشغيل وقفوه الشباب ديال العدد والتنمية هيئ برنامج باش يكون حوار اجتماعي مو مؤسس وتكون زيادة في الوزر وصفحات زيادة في الاسعار القدرة الشرائية في البرنامج ديال العدد والتنمية اللي هيئوها الشباب كان خصو يرتفع بربعين في المية اليوم منزل بثلاثين في المية اليوم كل الوزارات ديال الشؤول الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والتكوين المياني وشاب وليدها تنقصات بثلاثين في المية الميزانية ديال الجهيز ديالها وجارة اسم حكومة البرلمان قالوا المدرسة اللي ما بناشاد العام المستوصف اللي ما بناشاد العام الجاي واللي غادي امرض يموت العام الجاي واللي ما يقراش غا يقراله هو العام الجاي من انت تشوف هاد الخيطاب يلا رئيس الحكومة واش بغيتيش الشاب يبقى معه من العدلة والتنمية ولكن تهمو هاد الناس هما وقالوا هادو ناس اللي تقلبوا على مصالحهم وبتيتباعوا يتشاروا يعني هما دائما دائما النقد ودائما سبوا القدف تفنزي لهم مع كامل الأسف وله دحنا نرحب بهؤلاء الشباب لأنهم جاءوا في وقتين من الجنوب إلى الشمال كيف أقنعتم أصرف أبرون للاتحاق بحزب السقلال أيضا ولماذا أصرف أبرون قصة أبرون طويلة نختصرها في جملتين لا فكر جملة فكر أصرف هو الفكر استقلالي محت أصرف كان سيطار الشح مع حزب السقلال في استحقا قد 2011 كشاب كإطار ولكن كل وقت لا يسمح أنا داك وفي إحيان داك أصرف في حواري معه قال لي بالحرف لما إن شاء الله تكون مسؤول في حزب السقلال أنا شاء أدخل إلى حزب السقلال إذن هذا تاريخ قديم ماشي ديال اليوم ماشي سبغتوه؟ لا بالعكس لا تحددتي ماشي حيت عنده الفلوس لا هذا حاب شكرا ها أنت مشاي اللغة أقدم ماش زوكرا هم مات يدخل وانتخابات لغاية باش نكونوا شوية متفقين ما تسبوش للناس لا هذا ليس معنا هدا واقع لا نحيش لا حزاب كانت مشاي عند الناس حاب شكرا حد دياله باش نتفاهم هذا ليس بيسب يلا أن تكافروا معدفة شخص الأولا حزب ساقلال حزب ساقلال مع الشعب بكاملة صاف San险 اللي عنده المال واللي ما عنده شو الفقر والضعيف احنا مع الجامع واللي عنده الفلس خصو يدير العمل الاجتماعي في هذا البلاد خصو يشغل الناس وخصنان يعطيه واهتيقة اهتيقة باش ينقض هذا البلاد اللي وصل فيه واحد الاهتيقان اجتماعي خطير لهذا الناس ولهذا لدينا عاود نبضنا واحد الحرب هذا من الاعيان وهذا ما شي من الاعيان هذا عنه شنوه هادة شكارة الناس بنات رأسها الناس عندها فكرها الناس عندها تجارتها شو نبغيت نبقوا غيب بناتنا سمات تجرنا رميه أنا ما بغيت ما بغيت أنا أطرح سؤال أنا كنترح سؤال الناس يأخذها تدحية أنا ما أطرح سؤال أنا من أطرح سؤال فقط غيب واش الحزب لي كي مشي عندما تشكرة أنا كي نجح لكي خبس عنده القدرة لتمويل الحاملات فقط هذا استقلالي من طبيعته من تكوينه منذ كانت طفلا اليوم فيما يخص انتخابات نعم فيما يخص انتخابات عندك شي سؤال لا الإشكال دابا اللي متروح هو أن الخطاب اللي كان سمعه اليوم عند السيشابات يطمئنونه على أن كل الأمور على ما يرام وبأن الأمور تهياء والشباب موجود إلى آخره فأنا أعتقد بأنك هناك شوية تنظن عندكم دابا الآن في الخطاب اللي كتطوره أنا كان أعتبر بأن فيه شوية دي الانتهازية علش الانتهازية وربما قدرت تكون مشروعة في سياسة انتهازية علش لأن كين نسبة دي المشاركة في تجيل في اللوائح انتخابية هي ضعيفة جدا مليون وتسعمية ولو أن وزارة الداخلية تعتبرها نتائج طيبة أنا أتنبأ على حسب اللي كيقول يوسف من قبله وكي تذكر عليها بعض الأخلاق السياسية ممارسة سياسيين والسجالة السجالة اللي عند حامد شابات مع رئيس الحكومة هالا التماسيح هادر كذا هالداعيش هكذا هذه كلها إشارات سيئة تُعطى للشباب تُعطى للمتقف تُعطى للشارع المغربي حتى لا ينخرط في العمل السياسي وأنا تنبأ بأن الانتخابات المقبلة ستكون سيئة من ناحية نسبة المشاركة كله جميل لا تنهضروا على المتقف مزيان جميل المواطن لا هذه لغة جميلة لا خلينا نمشي معك في المتقف كل الأحزاب الإدارية خرجت من راحي من المتقفين فهات الشعب مسكنهم ضلوم ما عمر هاد ولدات الشعب السوحيس صافي فباش نكونوا شوية غاديين تنجاوبوا أنا وياك يلا دان بنقاش تقول لي هذا متقف هذا ما متقفش هذا لا أنا رجعتك خطاب ديالك أسلوب لك تتسعلم خطاب ديال حزب السقلال خطاب رازين وخطاب الأمين اللي عام خطاب رازين ومعقول ومنطقي وخطاب دولاة الشعب خطاب دولاة الشعب أنا ما قلت لك أخويا كماش دولاة الشعب لا وش مليسا نقول وخلينا نكمل يلا أنا منحقي كمعارضة وحظظاهرة في العالم منحقي نجيل البرلمان ونقول لرئيس الحكومة حدد موقفك ما علاقتك أنا ما تهمتش هو لي تهم راسو ليه ذيك وش أنا شمعتيني تهمتو أنا شمعتيني شلقضاء أنا ما علاقتش آخي بلاسي ما علاقة أنا مشيت القضاء على داعش على داعش وش أنا مشي القضاء ما لي أنا هو يشل القضاء هذا الأمر هذا الأمر تيهم رئيس الحكومة لا ما شيء تيهم أن يحدد موقفه منه وش هو مع داعش رمو خافرة في إسرائيل هو في المفاهيم واش ماملحقيش نطرح سؤال انت اليوم اللي تطرح ما كل شيء يقال انا تطرح سؤال ما علاقتنا بهالداعش عندناش علاقة نقولوا لا ما عندناش وانتهى الكلام ولاش غلط سوالات سوال عارفو ما كينش ولاش كل يقال غلط عارفو ما كينش ولا كين انا تنحط السؤال حتى ما عارفش هو طرح السؤال هو المشكلة سي شابا لا لا نطرح السؤال مشكل دب بقى دينا علاقة دعقنا لنفترض لو أنه لا قدر داعش مست بأمن مغي لا باش نفهمه معي لا باش نفهمه لأنه بزيارة المغاربة لأنه داعش تتكرر اليوم بغينا نحسنه نعطيك هنا التحليل للشعب أولا خرجوه ستاد الأسماء قيادين في جرائد دولية خرجاء من الأمم المتهم شي من عندي ستاد الأسماء للعدالة والتنمية متهمين بتمويل الحركة صافي؟ قد تنضي ما كينش رد ما كينش رد صافي؟ السير ريسوني غير مؤخرا راتبعته تقول الحرب على داعش راتشيطان اللي تحرب داعش راتشيطان إذن هذا عدد جديد أول ما بدأت العملية في سوريا شكو اللي يجند الشباب باش نمشى كينا رسائل من هذا الريسوني وبعد العلماء بين قوسين يتابعي لحركة الإصلاح والتوحيد طلبوا في وشقرنا في الصحافة أنا ما جبتوش من عندي صحافة وسائل الإعلام رأى أنه طلبوا برئيس الحكومة يسهل ماموريا الشباب يمشي ويحاربوا في النصرة ضد بشار الأسد تقال أنه النصرة هنا رسميا راتا هي منظمة إرهابية تقال من الناس لعدالة إلا مش إرهابية جاءت الحرب الآن في مالي وكان سيساعد ديل الأتماني أنا داك وزير الخارجية وكان في زيارة إلى تونس ومع الرئيس التونسي وقال له كيفاش تحاربوا هاتشي وكيفاش هاتشي ديال ديال مالي وشبارة تتوصل يخلق لنا مشاكل في حياتنا وفي أرواحنا هذا كلام هذا المعطيات الاستراتي إذا تبت صحة هاركاري تعال أنه هادو ينصرون الداعش ينصرون الداعش أنا سوّلته يقول لي لا لا علاقتنا وانت هذا الموضوع سوّلنا وزير في برنامج في الدوزن قلنا له بقال هو أجبد قلت له وغير وضحنا قلقه لا يجيب على هذا الموضوع وكيفاش بغتونا كمعارضة ما سوّلوش تفل مسائل حساتها لتتمس أمن لمواطن المغربي؟ طيب على ذكر لا يكون لدينا هذا هاجيس على ذكر حرب التصريحة بينكم وبين رئيس الحكومة واللي اشتعلت مؤخرا وستتشتاجعين على ما يبدو يعني لا بغتونا نكونوا مع الحكومة رئيس لا أنا ما بغتواله أنا غير ما شو مغير ذلك نحن اللي أنه وسائل نقلو ذلك شيء كبير نكون نحن في الحكومة شو كنت تدرنا حزب العدالة يوميا البرلمانة صحة الوزير الأول غير هدرا الخاوية اللي ما عندها تقيمها طيب رئيس الحكومة اتهمكم بحماية تجار المخدرات مقابل المال وتحداك عن مصادر الطروة اللي يتملكها واش كل الكسر هذي ولا هذي أنا جاوبت أنا كانها كان طرح أسئلة أنا جاوبت الآتي وعند نكررها أمام الشعب المغربي رئيس الحكومة عنده كل السلطات لاش يفتح التحقيق عنده أولا تصرح بين المتالكات ديالي شخصي النهار فاش تحملت المسؤولية وصدر قانون ديال تصرح من المتالكات والشارف ديال حزب سيقلان وليصدر هذا القانون وعنده تصرح لعدرنا هالبارح وغير قابل مع تصرح الأول فاش تحملنا المسؤولية معدل يوم وذك شي اللي عندي ياخده وذك شي اللي عنده يعطيه لي ولا نجمعهم بجوز ونعطيهم الشعب المغربي ولكن الرئيس الحكومة يقدر هذا الكلام يمكن تقوله المعارضة حتى ما عندهش الأليات ما عنديش أنا الأمن ما عنديش أنا المخابرات ما عنديش أنا العمل والولاد ما عنديش أنا بعد المعارضة نجي انت همشي وزير نقول لي انت تساقوك لا المعارضة لأنه ما عندهش وسائل باش تكتاجي بالحقيقة ولكن الإنسان اللي تيهدر هذا الكلام مرجوع عليه كم تقدر ترويح حميد شباب احنا تكلف وتنظن ناويك تقريبا لا ناويك ممكن تكونت أكتر مني أنا الترويح ديالاتي شنوها هي حب الشعب صافي وحاميد سباط الحمد لله أي حاجة كانت لي فائدة العمل الاجتماعي العمل الخيري كي للحمد لله ناس اللي تيقوموا بها إلى جانب حاميد سباط تانيا رغي باش نكونوا واضحين فهذا المسألة حزب تقلال في يناير 2014 قدم دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة على هذه الاتهامات رح ندى بسانة وشهرين ومازال ما استجبش لهذه الدعوة وشهو طلبنا منه يجيب للائحة أخوية المهربية الأموال ويجيب للائحة المؤراء ويعطيها للشعب المغربي وانطردوا راسنا براسنا وندخلوا راسنا للسجن نحن ندخلوا بلا أبيه طيب تعهدتم بتصدر نتائج هلاش ما يجيش للمحكامة وانا مشيت هلاش ما يجيش شكون هو اليوم دستور تفاتيح الييوز ما بخلاش ذاك الامتياز للوزراء هالشعرش ما بغوش نزلو الدستور ولكن ذاك الدعوة تبقى تابعة لما يبقى شوف زير دائما والوقت قارب انتخابات على الأبواب يعني فاشغي سليم رئيس حكومة ما غيرت تابعه هذي المتابعة قصة الصمت طيب تعهدتم بتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة وخلافة بن كيران وقيادة حكومة بعقلية مختلفة شنو سر هذا اليقين يا سيشابات لعبكم لا أولا حزب الاستقلال من اللي جبناك كيف يتعهد وتصدر التشريعية لا انتخابات المقبلة هي الجماعية لا أنا اتحدث على التشريعية واندوزه الجماعية وانجيه التشريعية حزب الاستقلال دائما يتصدره استثناءا 2009 دائما يتصدره اليوم في حزب الاستقلال كانت تكوين وتكوين المستمر داخل الأطور ديال الحزب مفتشين الكتاب الإقليميين الشبيبة ديال الحزب ومقبلين إن شاء الله في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة باش نبدأوا تتكوين ديال الأطور اللي قد تكون مسؤولة في المناصب السامية من المناصب السامية هذا جديد هذا جديد يا الأخ هذا جديد هذا جديد نعرف بالنسبة جابت القيادة الجديدة الحمد لله عاد أسبوع اللي داز كان في مراكش الأسبوع جايرا في فاس وتنتقلوا في المغرب كله كين تتكوين الحمد لله كين خيراطات يومية كين التصالات يومية بالمواطنين ولهذا تنشوفوا أنه حزب تنظيمة ديالو لما كانت تفشي حزب على المستوى الإفريقي تنظيمة المفتشين 27 جمعية ومؤنظمة تابعة لحزب الاستقلال ورابطة كل مهان عندهم الروابط ديالو وتشتغل يوميا هذا ما كانت تفشي حزب نقابة الحمد لله الاتحاد العام شغالين قوية الشابيبة استقلالية قوية لأن 16 مؤتمر حضرات فيه تقريبا كل هذا 120 ألف شاب لنقشة الوثائق ديال المؤتمر إذن الحمد لله اليوم المؤتمرات على قدم الوثائق ديال المنظمات المرأة الاستقلالية اليوم راح نام تواجدين هذا الأسبوع في العيون في طاطا وفي طانطان الحمد لله والإخوان توجهوا إلى الجنوب بلسكون مؤتمرات المنظمات المرأة الاستقلالية إذن كل تنظيم عنده ألف فرع على المستوى الوطني الشابيبة عنده 1200 والحزب عنده 1600 والباقي عنده 1000 يعني من يتضرب هذه العملية الحسابية غير الأطور اللي عنده هزب استقلال راتت تعدى 500-600 ألف إطار تشريعية الحمد لله التشريعية إن شاء الله عندنا أمل كبير أننا قد نسكرها اكتساح ماشي اكتساح نعم الأحزاب كل ستأخذ ناصبها لأن النظام الانتخابات ما تيجعل تشري واحد يكتسح طبعا كنوا واضح لكن يعني غيرت تصدروا النتائج التشريعية محقنا بالطبع طبيعي في حافة الشيطوب في تحقيق هذا المبتغل هل ستقدمون استقالتكم من قيادة الحزب باش نكونوا واضحين احنا عنا التزام على القواعد ديان وعنا برنامج مصطر فيش برنامج واضح احنا بنسبة إلينا باش نكونوا تانين هذا لا يمكن من بدلوا التاجهد تانين رغم ما كنا بدلين التاجهد وكانت الحرب علينا وحنا في الحكومة رغم تشغيل اللي درنا ورغم الزيادة في الأزور اللي كانت ورغم التقليص من الضاربة على القيمة الموضافة ورغم الأسعار اللي كانت هناك ذاك دي المحروقات بمية وخمسة كنا تنبيعون لمغاربة المنزوط بسبعات دراهم فاصلة ستاش اليوم بخمسين تنبيعون بتمنيات دراهم فاصلة هذا يحيلنا المحور الثاني من هذا النقاش حول تقييم أداء الحكومة وتدبير الشأن العام سنناقش هذه النقطة بعد متابعة هذا التقرير مباشرة بعد انتخاب حميد شباط على رأس أمانة حزب الاستقلال تأكد للكثيرين أن أيام الحزب داخل الحكومة صارت معدودة فبرغم من تقلد وزرائه لتدبير ست قطاعات حكومية صار الحزب يكيل وافر النقض لحكومة هو الرقم الثاني فيها بعد خروجه الرسمي من الأغلبية صارت في شرائين المعارضة دماء جديدة تمثلت بحسب المتتبعين في خلق نوع من التوازن في الخطاب السياسي بين الأغلبية والمعارضة لكنه في ذات الحين اختزل عمله في معارضة حزب واحد هو العدالة والتنمية ولم يقدم البدائل في الملفات التي انتقدها حزب الاستقلال لم يلتزم بالقواعد القانونية والدستورية وقواعد التداول الديمقراطي كما جاء بها الدستور 2011 وكما رصختها الديمقراطية بشكل عام ذلك أن الحزب الاستقلال لم يعمل على كشف خلل ومواطن خلل السياسة الحكومية سواء من خلال الاقتراح أو من خلال تتبع أو من خلال المراقبة التي يعطيها له الدستور بل كل ما عمل منذ البداية أنه قام بعرقلة العملية السياسية ومن أجل يسقاط الحكومة دون أن تكون هناك جرأة للدهاب مباشرة إلى تطبيق النصوص الدستورية التي تعطيه هذا الحق عمل حزب الاستقلال بلجان البرمانية يصف بالنشيط خاصة ما تعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي لكن المخرجات هذا العمل لا تجد طريقها إلى التسويق الجيد بحسب مراقبين والنموذج ما حصل في قانون المالية من امتناع الحزب عن التصويت سواء بالقبول أو الرفض حزب الاستقلال بهذا الخصوص يمارس ليس معارضة بالكامل وإنما نصف معارضة فنلاحظ المفارقة بهذا الخصوص أن الحزب الاستقلال مثلا مع حلفاء الاتحاد الشراكي والأصلة والمعاصرة والاتحاد السوري ينتج خطاب يظهر الحكومة بأنها حكومة عجزة حكومة فاشلة حكومة تنتج تأويل غير ديمقراطي للتصو حكومة تفقر الشعب لكنه في نفس الوقت لا يذهب إلى المدى الأقصى الذي يفرضه المنطق الظاهر للأشياء وهو مثلا تقديم متمس رقابة ولو على سبيل السلوك الرمزي أو المعنويات الدالة يمكن لذلك أن نلاحظ هذه المفارقة عن المستوى مجلس المستشارين فالمعارضة ومنها حزب الاستقلال انتقدت بشدة مشروع قانون المالية في دجنبر من السنة الماضية لكنها اخترت أن لا تصوت ضد هذا القانون وأن تمتنع عن التصويت المعارضة بما تشكله من برنامج بديل لما التزمت الأغلبية بتنفيذه تدفع حزب الاستقلال إلى الرهان على قادم الانتخابات من أجل تفعيل ذلك وهو الذي يقدم نفسه بديلا عن الحزب الذي يقود تجربة الحكومية الحالية طيب نوصل معك سي حميد شاباط فيما يخص تقييمكم لأداء الحكومة سي بن كيرام في حوار مع جريدة الشرق الأوسط تعتبر أن خروج حميد شاباط من الحكومة من أبرز إنجازات حكومته الثانية سؤالي سي شاباط واش من دمتوش على خروجكم من الحكومة أبدا لأولا الخروج كان داخل قرار تأخذ داخل مؤسسة لها مؤسسة تقريرية لها مؤسسة المجلس الوطني لحزب السقل أولاً هذا القرار تأخذ بعد دراسة الواقع لتواجدنا داخل الحكومة إلى جانب الإخوان للتحالف الحكومة سنة تقييم بعد هذا تقييم ناقشنا داخل التحالف الحكومة طلب مني شخصياً رئيس الحكومة باش نباتلو بمذكرة توضيحية درنا مذكرة توضيحية هذا مذكرة توضيحية ما كلفش راسه ورئيس الحكومة أنه تتطلع عليها اللي فيها أولاً شنو هي الإخفاقات ديال السنة شنو نجزنا خيراً الشنة وهو السفر والبدائل يمكن نطرحوها لأننا أمام رأي عام صوتنا على واحد البرنامج حكومي ولكن ما التزمناش به والعقد هو شريطة المتعاقدين مادم أننا هذا البرنامج ما نفدناش قلنا له يكون برنامج بديل جديد على حسب الظروف أشار للأخ المتدخل على أن حسد تقلال كان عندهم موقف الميزانية ونحن في الحكومة قلنا الميزانية كما أنزلت من طرف رئاسة الحكومة غادية بالمغرب كما سمها الأخ عادل الدوري بالدرجة إلى الحيط غادية المغرب إلى الكارثة نوزنا ثلاثة أشهر جاء رئيس حكومة قلنا وصلنا للكارثة أعطيناها مذكرة تانية 30 مارس 2013 للخروج من الكارثة واعتبرنا أن الزيادة في الأسعار هو خط أحمر ولكن اليوم لحد اليوم ثلاث سنوات دخلنا في سنة الرابعة دي القانون المالية رئيس الحكومة لا زال يشتغل كأمين عام لحزب العدالة والتنمية لماذا؟ لأنه هنا في تعود أنطرحوا السؤال تقولوا أنه لماذا سؤال؟ السؤال يتنطرحه هو هذا الرجل على ماذا يبحث أظن أنه الرجل ما بغيش الحكومة بغي الحكم بكاملين ما بغيش الحكومة وما بغيته شي واحد يشاركه في الحكم بمعنى؟ بمعنى هو الاستبداد بغي واللي أكبر مستبيد في البلاد صافي؟ هذا معناه لأنه لا يتشاور لا يتحاور لا يناقش تسعطيه بدائل قل قصو 21 مليار درهم والغيب التي تنكمل جبنانه مذكرة بما فيها السنادق السوداء والسنادق اللي فيها أموال بالملايير 42 مليار درهم وغذيع فيه الشعب المغربي من زياد هذا الإملاءات ديالسندوق النقد الدولي قلنا له احنا عمرنا لا هذا الضغط ما كنا في تلاميذ ديالسندوق النقد الدولي وإحنا في الحكومة كانت يقول لنا زيده في الأسار احنا كنا نزيده في الأجور طبق الوسطى كنا تنقوي وهاما كنا تنزل الضرفية ليست بالضرفية الضرفية كانت أخطر الأزمة المالية جات في 2008 ما جاتش اليوم ولكن خروجكم لا غيب ليس لا أنا جير خروجنا أنا جير خروجنا يعني هو على ما يبدو الخروج ديالكم الآن الأغلبية كتشتغل بشكل مريح الحكومة لا لا تعمل تقارير تقارير لا كان مشاكين لكن الأغلبية الحكومية ما بينكم مشاكين لكينا اليوم مؤسسة الدولية تعطي نقاط إيجابية للحكومة الشعب الشعب كيزيدو عليه هو لا بالله كما تقولوا هو ناشط لا نجاوبوا تفضل لا غيب نسبة اللي خصوية نقطنا اليوم هو اللي صوت علينا أما لا غارض ما تتحكمش في البلاد البلاد عندها سيادة اليوم سيبن كيران وصلنا واحد الرقم مخيف 68 مليار ذرهم اللي هي فوائد القرض الخارجية اليوم 68 مليار 2011 خلينا له 37 مليار غرق البلاد في الدول هال 68 مليار وخير رفع الدعم على البوطاق ويرفع الدعم على السكر وعلى الداقق ويرفع عندنا الدعم على راس ناقع وما يخليش الأسرة المغربية تولد ويوقف المدراسة ويوقف المستشفى ما يمكنش يوفرت 68 مليار ذرهم قلص عجز الميزانية لا لا شوش الله حقوا فائد حقوا فائد في الميزانية منذ سنوات مكامات زيان لا 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 في توازونة ميزانية الغالط لا لا سمح لنا لا لا سمح لنا لا دبعا دبعا خلينا نهضر الفائد لا نهضر عن الفائد وخلينا مش عن الفائد لا لا سؤال نجاوبه غجسي أولا نهضر الفائد ديال هات الشهر مش ديال سنوات حيث هما الكحلات يردوها بيضة والبيضة يردوها كتاز زيادة في الأسعار تيقول لك لخدماتي القدرة الشرائية المواطنين وتقويتها وضائف وقفها لخدمة الشباب المغربي والتربية والتكوين يعني هذا الناس هذا فكرهم معنا شخولك عن ديال من هذا الفكر يعطى الله هو هذا لأن الناس بغي احتيقان اجتماعي بغي ادنس مضطور في البلد في نهو في نهو في نهو لا اشنو بغيتو هفتي علش في نهو هذا الكلام لا حتى استطلعت الرأي حتى استطلعت الرأي تعطي تشيل بسيب الكيلة الناس راضين على السيب الكيلة لا باش يكونوا موضوعين هالشي اللي تيتكلم عليه سيشباط لا 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 انت عاود خلينا نكمل لا لا وامنا ما تقعي إلا غتشستبد بالكلام لا لا لن تسأل الأسئلة رواموا نزيد السؤال وجاوب عليكم جاوبنا عليهم كاملين من اللي بديتها سيشباط وانت كتشرح لنا على أنه حزب الاستقلال من اللي كان في الحوام ومقعومات السابقة أنا كان أعطارف بأنه كان عندها السياسة اللي كان يصير عندها مضمون اجتماعي لكنها كانت غير مسؤولة لأنها ساهمت في إتقال المديونية دي المغرب من جهة لأنه واحد الوقت للإصلاح دي المديونية حال كانت نسبة للمديونية لا باللاتي لاش حال كانت في 2011 نسبة للمديونية مش عالي 2011 خلنتكلموا عليها تمن قبل دبا باللاتي كتتهملوا أصلاح حكومات 2007-2011 سيدرجطو ما وصلش للبلاد لهذه المرحلة يوسفي قبل منه ما وصلش للبلاد لهذه المرحلة سعباس الفاسي قلتك خلاها بالضبط 37 مليار درهم لها فوائد اليوم 68 في 3 سنوات اليوم ضاعف 50 سنة للمغرب 50 سنة ديون للمغرب لأنها سيدة لسنين لاش نستفيد الشعب منها الزمان كانت للقروض من أجل طرق السيارة الموانع من أجل استثمارات من أجل المشتفيات الجامعية من أجل تشغيل اليوم باش يصرفوا المصروف اليومي هذا علش باغي اليوم يفعل تعمل البوطة فوقش بدأت النتائج كتبان ديال هذه الأزمة التي تتكلم عليها ديال انحباس الآفاق على المستوسق الأوروبي على تضييق واحد المجموعة ديال الآفاق الخرى اللي جعلت واحد النوع من اللي يفرض على المغرب العودة لا 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 سمح لي الرجوع للقترار كان مع حكومة عباس الفاسي سمح لي الرجوع للقترار خمسين مليار لا بالله صافي ربع سنين تتعبس هي سانة ديال هات خليني نطرح لك السؤال بشكل آخر بالله بالله من غير لا بلن نرجع معك الأرقام لنحت المواطنين غادي نتلفو في هذا الاربعين مليار خمسة وربعين مليار بلدهم فين غاد يرى كل واحد ساد اللي حاضر مانا رخش خلص لا لدينا سؤال سنفرضو زعيم حزب استقلال ستأتي لهذه الحكومة وفي نفس الظروف اللي فيها مشكل توازنة المكر اقتصادي اللي تحفظ عليها ديال أنك دروري كيف مشي دروري شوف أنا أقولك شنو سنحافظ علي أنا أولا ودر مشي رخش كلام العقلي لا أنا در ما كلام عاقلين وكلام حزب وشي مدون في هاد المذكرة ديالجهاد الكرامة عطينا أولو في 30 مارس 2013 اللي فيها الإصلاحات اللي خستتكون منها عطينا منها نضرع المحروقات نضرع المحروقات أي المحروقات راستاد المليار ديال الدرهم تتمشي في مسائل اللي ما تقوم بها تمصمع صافين هاستاد المليار الدرهم كنا نزولها لواحد المجموعة للناس اللي وقعنا معاهم اليوم على حساب جيوب المواطنين هذا خطر كبير نحن المازوط فوقتنا المحروقات وصلت لـ 150 درهم أم عاف ومازلنا يا شخويا 150 هذا دبال 8 ديال 150 في ذاك الوقت را ديرونا هو 50 هذا نقول لك اليوم الحكومة را يعطيونا المحروقات بسافر درهم درهم قد يبيعونا بسبعة درهم حتى يأخذها ضريبة لليل فعلا دعوة الشركة رجعوا السؤال رجعوا السؤال تأخذ العزمة كل شيء يجب أن يتبحي فيها الغاني يجب أن يساهم ولكن لماذا الغاني لا يساهم حيث لا يوجد ثقة في الحكومة الاستثمار لا يمكن بني على الثقة أولا إلا بغينا الحكام أخذنا الإدارة الإلكترونية اللي بدينها وقفوها هاد الناس كل وزارة تشتغل لي وحدها داروا الناد دولة الممالك في الحكومة كل واحد حس شد على رأسه تشتغل الأطور والكفاءة كلها تم الاستغناء عليها مع ذلك وتم إغراق الإدارة بناس من الحركة الإصلاح التوحيد من العدل وتنمية بدون كفاءات سي شبط سي شبط سي شبط استطلاعات الرأي في المغرب بعدما عنداش مقننة صافي ولكنها مصدقية لا لا مصدقية لها بش نكون واضح اليوم اللي داروا هذه استطلاعات الرأي الجامعة يعلم كيف تمتلك الاستطلاعات هادو قلسين في المكاتب ديالو ومشوا بعيد هاد الناس قالوا بركات من كيرا هادو اللي كانوا يسار صباح تقول بركة وانا مقال نخدموا المغرب بالبركة بركة من كيران جاء تشتاج نسبة النمو فينا هو الاجتهاد فينا هو البتكار انا تقول لك المغرب بدون هاد الحكومة والله تيكون كان احسن لانا غزية في الاسعار اللي جاي دينها بالحلوف لا بالحلوف والله تسكن احسن شنو يلقي ما الموضافة اللي تجيبه الاعزاب السياسية وتجيب الحكومة هو العمل الاجتماعي اما تبعو لها غارد صندوق النقدولي والرئيسة ديال اللي جاي تبعها هذا عامل تقني لا احنا نعطيهم نعطيهم 68 مليار درهم في السنة من اموال الشعب المغربي من جيوب المغاربة تياخدوها 8 مليار ما تعطيوناش لله وما بغيناش نطوره طيب وبغين يخليونا كما كنا افسح مجال مرة اخرى للجمهور الكريم معنا سي خالد المدن هو فاعل جماعوي ستطرح سؤالك على استشابات بعد مسابعة هذا البورتري قبل اثنتين وثلاثين سنة رأى خالد المدن النور بمدينة القصر الكبير قبل الانتقال الى مدينة العريش حيث استقر وعائلته الصغيرة خالد حاصل على الاجازة في العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق بالرباط ودبلوم سلك الدراسات العليا المتخصصة في المالية وتدقيق من المدرسة الوطنية للإدارة وتسيير بطنجة ما اهله ليشتغل اطارا عاليا بالقطع شبه العمومي لخالد اهتمامات مختلفة من ابرزها التدوين وتتبع المواقع الاجتماعية كما له تجارب عدة في العمل الاعلامي المحلي زيادة على اشتغاله بعدد من الجمعيات الثقافية التنموية وتنظيمات الشبابية اضافة الى اهتمامه بالشأن السياسي الوطني طيب تفضل أستاذ مد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لإتاحات هذه الفرصة السؤال لي هو في الأداء المعارض الذي يعمل سيد حميد شابط خصوصا التي تتصريحات كانت تذكره في 2013 في عز الأزمة التي كانت في ميصر كانت تهم رئيس الحكومة وحزب العدل والتنمية بأنه يتلقى أوامر من مرشد الإخوان المسلمين في ميصر وهذا الأمر في مجموعة الملاحدين كانوا تعتبرون محاولة الاستغلال المناخ الإقليمي المعادي للإخوان وجروا هذا المناخ للتدعيق على تجربة الحكومية نفس الشيء التي تكرر الآن في الاتهام بالعلاقة مع داعش في الوقت العالم كان يعلن الحرب على التنظيم الإرهابي وهذا الغيهان على الخارج وعلى المتغيرات الإقليمية وعلى المعرفة في المنطقة وهذا يعكس يأس من التغيير عبر الشارع وتحدث توقف التي على التقر وأن التقر أساسي للإستثمار وهذا النوع التي تصدر على الأمين العام الحزم الأكبر والأحزاب المعارضة وكتقال في وسائل الإعلام موجهة للمشاهد العربي والدولي وهذا ما عنده تأثير على صورة المغرب كبلد مستقع طيب شكرا لأننا غير فيما يخص التصريح وتصريحات أخرى لما حصل ما حصل في مصر في 30 يونيو 2013 من خرج إلى الشارع في المغرب لمساندة مرسي ورفع شعار رابع وحزب العدالة والتنمية واللي قادت المسيرة النسائية هي زوجاته والابن الأكبر هو الذي قاد المسير ما علاقتنا وما شأنه نفس شأن الداخلي المصري لو للعلاقة لالتنظيم الدولي الإخواني اللي من خارطة فيه العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد الشي معروف والسي الرئيسوني هو الخليفة الأول السي القرداو دهنا دي مسألة واضحة مجيش عاجة جديدة جابها الأمير العام إحنا غيرتنا نبو عبر هذه التصريحات وتنقل الرئيس الحكومة رأيك رئيس حكومة ما تزش بالبلاد في مشاكل خارجية نحن في من أعنها حتى داروا تصريحة ضدها للرئيس السيسيل اللي صوت عليه الشعب المصري وتخلقنا خلاف رأيكم تبعتوا عبر وسائل الإعلام وحزب السقلان كان حاكيم في تدوير الملف وبقينا في توازن احتراما للشعوب واحتراما للرأي واحتراما لسنادق الاقتراع ولهذا هذه المشاكل اللي سخلقها رأيكم حكومة رأيكم لاتهدد الأمن واستقرار للبلاد وعلاقته الخارجية ولهذا نحن نتنبو كم معارضة هذا وضونا بالعكس المصمير سيشعر أنه عنده في المعارضة اللي منتابه لهذه المسائل وتيجي وتيقول على ذكر المعارضة سي شبر لأنه فيها أغلبية وفيها معارضة شارثة قادرة على ذكر المعارضة الشعب المغربي ومصمير السيد بن كيران يقول ويرد ساخرا على هذا الكلام إذا بقيت أحزاب المعارضة على هذا الحال سنناموا وننجحوا في الانتخابات لاش حي تنام في 2011 واركبوا على الحراك ونجح إذا نجحتوا سهلة ما تعدب عليها ما تتعتقل ما تعدموا النازياله ما أدوا تمن استقلال هذا الوطن نحن استقلال ما زال عنده عنده رسائل مهمة استكمال وحداته رابياتين دوف وكلهم بشار وقنادسة وسبتهم ليليا اللي جات في البرنامج تحزب العدالة وتنمية أنه سيحررها ما قدش اليوم هو رئيس حكومة أنه تيدير مطلب لللجنة الرابعة لسفية الاستعمار غير مطلب ما قدش يديره ما شغال يحررها آخر سؤال آخر سؤال اختصار لا باختصار شديد هذا الكلام اللي يتكلمناه مع الأسف ما عنداش لوقت باش نتعمقف مسائل وحد العدد الإصلاحات اللي هي ضرورية وانتم ما قد تقولوا مثلا هذه راه منكار إلى آخره لا تعتقدون وانا كان عود نأكدها بأنه مجموعة من تصريحات ديالك شخصيا السيد الأمير العام مجموعة من الخارجات ديالك تساهم في بث وحدة تقافة سياسية سيئة سيئة تضرب في العمق العمل السياسي والصورة العمل السياسي في هذا البلد وتجعل الجميع يشكك في نزاهة كل من يقوم بهذا العمل لأن هذا عمل ربما قد يرجع عليكم غدا إذا تحملت المسؤولية سي شبط شكرا نانا ولن كل الخارجات مضبوطة وحزب استقلال يعي ما يقول ويعي أنه في خدمات الشعب المغربي وكان دائما ضامر هذا الأم لما نجي نقول لك اليوم أنه تقارير رسمية 300 ألف منصب شغل اللي فقدون تصناع الآن المغربية يعني 300 ألف درب أغير بخمسة 150 ألف اليوم ديال المواطنين المسردين عندهم تكاليف ديال الدين عندهم ولدات عندهم دور مساكل اللي غادي يشتردوا منها والحكومة نائمة احنا لما وقع المشكلة ديال التكستيل النسيج وديال أحبال هذا في 2009 الحكومة طلبنا منه ودعمات هذه القطاعات وانا كن من أجل حافظ على مناصب الشغل اليوم ننتظروا على تشغيل اليوم راتسعد الأطور العليا المعطلة راه في السيجن الزكي علاش ندنبها لأن نطلبوا الكرامة طلبوا الشغل نيابة عن المعطلين اليوم راه في السيجن الزكي عطيني في تاريخ حزب الاستقلال شي معطل تخلي السيجن عطيني اليوم أنه المغاربة محاصرين اليوم في الجبال في الأطل الصغير والكبير والمتوسط واللي هما السكان المغرب الأولون وحيط حيط عمازيغين خليوها تيموت في التلج وتيموت شكور في نياد الحكومة لو لا مستسس محمد الخامس هذو كل الناس كانوا توفا والحكومة ما رأيكم إذن هذا الفضاء إحدى هذه الحكومة ومن فضحوها يسقل لي لماذا تنديل المعارضة أنا أنبو عن الشعب وتنعبر عن الشعب وكل مشاكل لي يمطروا حقصني لابد أن نعبر بكل احترام وبكل تقدير لرئاسة الحكومة ولكن لبرنامج الحكومي مع كامل الأساس وصلنا للمرحلة خطيرة في حياة بلدنا ما رأيكم في الأسماء والقضايا التالية سي محمد الوفا سي محمد الوفا وزير الحكامة الذي يطلعون دائما كل شهر بالزيادة في أسعار سيدريس الراضي دريس الراضي هذا مناضل في حزب الاتحاد السوري وحزب المعارض يقوم بالدور الأساسي خصوصا في المنطقة سي المحجوب بأحردان أو الزياغ اللي عنده احتاريخ طويل عريق واللي ما يمكننا إلا أن نحترموهم ضمن الرواد الأوائل إدانة الاستقلالي أبدوح بسبب قضية فساد بخمس سنوات سجنة نافذة المرائك وفي هذا الحكم لغي بالنسبة للقضية أبدوح أو ما يسمى بكازينو السعدي أنا يمكنني نأكد لك أنه وقع إحباط ممكن نقول أنه هذا ما زال في الابتداء إلا أنه ملف من تكون في القضاء تسعب الإنسان أنه يتناقش فيه ولكن بالنسبة إلينا كأن هناك ضحايا لا بدأنا ننضمنوا معهم تضامن ولمازال السناف ولمازال النقد والإبرام والملف عند القضاء وما يمكننا إلا نطلبوا استقلالية القضاء وبنزاهة القضاء سي حميد برادة بن كيران دار ميسا لأحزاب وشابات خاصة للمنافسة لا برادة هذا كل واحد تعبر على رأيه كي الناس اللي قلسها في المكاتب دير الكليماتيزور مع رأساتها وقاب تستيله تيكتب دك جوش كليمات على هوا صاحب فلان تيكتب مها ما تيحلوش العمق أنا سمعت الأستاذ ده باتي تتكلم الأستاذ بسمي كنسي قصوري كنسي دافقير السيدريس ولا اللول أدريس قصوري أدريس سيدريس من تنسمعه تيهدر تنتألم أنه والدي يقرأ عنده وشكيل تيحللش يتحلل اللي اسمع من أفواه واحد الحزم تنتألمه والله تنتألمه أول صريح داره سيد داودي الوزير التعليم العالم أول صريح قال في الأستاذة الجامعيين أنهم تيبيعوا الشوائد أول صريح ديال داودي سيموني والأستاذة الجامعيين وداره شرط الفعل وشوف دابت في المناصب السامية شو دير سيد داودي في الجامعة ولكن الأستاذة حلالهم يهضروا في حزب الاستقلال في واحد ولد الشعب اللي وصل لواحد المركز القيادة إذا وصل ولد العائلة علاشه وصل وصل ولد الشعب علاشه وصل موقعش الوقت مولاي مولاي اسماعيل حلاله شوية هذة الناس اللي تقديروا التحليل خصوم التكوين طيب هذا مشي تحليل هذا تصريح دي المولاي اسماعيل العلوي الاستقلال سجل ضحايا النجاة في مقراته الحزبية أكيد طلعت على هذا الكلام في جريدة المساء ويمكن عامل السن عامل السن تأثر على التصريح الجدل بخصوص تصريح نصيبه إلى دريس الشغل كاتب أول تحال شراكي حول أحزاب تخشيخ وللو مالي شنو رأيكم في هذا الجدل بعد تدخل في الحرب والشيطانة داخل الأحزاب السياسية ونستستغل بعض الجمل أو بعض الكلمات إنسان تكون مع المناضلين دياله مع الأطور دياله مع عائلته ويمكن له تتكلم ولكن أنا ما تصنطش على الخطاب مش نحكم وقت البرنامج شكرا جزيل لسي حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال شحية مرة أخرى لكل المشاهدين هذا المقاش شكرا جزيل أيضا لسيدري العيساوي المحل السياسي الشكرا الموصول للجمهور الكريم الذي تابع معنا هذا المقاش أقنع أم لم يقنع الكلمة لكم مشاهدينا الكرام بإمكانكم التعليق على مضارف هذا المقاش على صفحتين على الفيسبوك على صفحتين البرنامج على الفيسبوك وتويتر شكرا لطيب المتابعة للم rebuilding تكار ومشاهد اشتركوا في القناة على صفحتنا المشاهدة